للتعليق على الموضوع ينضم إلينا في دستوريو الكاتب والباحث السياسي دكتور فالح الخطاب مرحبا بك دكتور فالح مرحبا بك برهم صالح يعلن استعداده تقديم استقالته كيف تقرأ ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو جزء من فوضى المشهد الحالي الذي يتسم بفوضى حقيقية وهو عبارة عن قتل للوقت ولا نقول كسب للوقت لأنه هو محاولة أخرى لخلط الأوراق هذا الرجل الذي ينبغي أن يقوم بواجبة ويمارس مسؤولياته وينبغي أن يقوم بما عليه أزاء الشعب أزاء الثورة أزاء الانتفاضة نراه بكل بساطة يتعلل بهذا الوضع الذي يعفيه كما يظن هو من مسؤولية أن يقوم بشيء هو ببساطة بسيطة جدا لنتذكر جيدا أن هذا الرجل أيضا جاء بموافقة إيران وجاء بترتيبات إيرانية قبل عام بضبط يعني في ديسمبر الماضي وبالتالي لا يمكن توقع الكثير من هذا الرجل الذي له حسابات أيضا هذا الرجل خلفيته له حسابات يعني لا يمكن أن نقول أنه يتصرف بمنطق أو وحي وطني أو يعني ويظهر يعني محاولا بقراره هذا تقديم الاستقالة للبرلمان يظهر بصفته ربما هو الداعم للتظاهرات الشعبية في حين أن هناك مادة في الدستور المادة 64 بإمكانه يحل بمجبها البرلمان وتنتهي القصة هذا ما أحب أن أقول هذا ما قلت يعني هي العملية عملية خلط أوراق عملية تمييع للقضايا عملية تسجيل مواقف ولكن في الهواء الطلق يعني ليس هناك شيء يعني هواء في شبك وبالتالي يعني أنت تتحدث عن شخصيات كلها ملغومة كلها ليس لها علاقة بهذا الانتفاض كل من هذه الشخصيات له حساباته هو عنده حسابات نعرفها جيدا وانتماءات وخلفيات والآخرين عندهم أيضا حساباتهم وخلفياتهم ولا أحد منهم أبدا حريص على هذه الانتفاضة حريص على هذا الشعب هناك مساومات تجري هذه المساومات هي التي من يحدد ويقرر مصير هذه الانتفاضة كما رأينا في التقرير أنه مقتد الصدر وهادي العامري وربما غيرهم يحاولون يحاولون أن يتلاعبوا بهذا القدر وبهذا المقدار ولكن الحقيقة كل هذا حتى الآن لا يجدي هناك طرف الثوار المنتفضين في الشوارع عندهم مطالب والطرف الآخر الذي لا يريد كما يبدو أن يحل الإشكال هذا أبدا حتى الآن الأمور واقفة في طريق مسدود من هي الأطراف التي تضغط على برهم صالح الأطراف التي تضغط على برهم صالح كثيرة أطراف حتى إيران تضغط إيران تضغط بطريقة معينة تريد أن تفرض شيء معين الأحزاب الميليشيات القوى هو بالتأكيد طبعا عنده أيضا مرجعيات التي يحتمي بها وبالتالي هناك سراع مرجعيات يعني عندما نقول ضغط إيران تضغط أو كذا يعني هو الموضوع كله تمرير تمرير صفقة معينة هي قد لا تناسب هذا الطرف أو لا تناسب ذلك الطرف إنما هي عبارة عن صفقات لا يمكن لأحد أن يتكهم بها وطبعا ما يجري الآن مسؤولية كبيرة لا يمكن لأحد أن يتحمل نتائجها بعد إعلانه عن استعداده لتقديم استقالته يعني غذر مباشرة إلى السليمانية كيف تقرأ دلالات ذلك يعني لماذا السليمانية تحديدة يعني لماذا السليمانية تعدين لأنه معقلة ومقرة الذي يعني يأوي إليه للأسف الشديد يعني هذا هو هذا ما يعطي يعني حجم المشهد يعطي صورة للمشهد فاجعة صورة مأساوية صورة فيها نكبة يعني هو لماذا ذهب بالسليمانية لأنه استقال أو هدد بالاستقالة أو يعتكف أو هو لجأ إلى حصن المعقلة الذي يهرب من يعني الأمور كلها يعني توحي بأنه لا دولة في العراق لا نظام في العراق لا يوجد في العراق أحد يمكن مسائلته أو يمكن الركون إلا أو الاعتماد عليه كل ما نسمع تسريبات كل ما نسمع عبارة عن أخبار مسربة بأهداف وغايات محددة هو ذهب إلى معقله لحين استتاب الأمور وإلى حين عودة الأمور إلى مجاريها بشكل مفاجئ أعلن محمد الحلبوسي رفع جلسة البرلمان حتى إشعار آخر يعني ما الذي قدمه البرلمان للجماحير الغاضبة التي تطالب بالتغيير يعني رفع جلسة البرلمان حتى إشعار آخر يعني كيف قرأته في إطار مظاهرات مطالبة بالتغيير وتقديم استقالة من قبل رئيس الجمهوري يعني إذا كان رئيس الجمهوري غير موجود رئيس الوزراء غير موجود لا توجد دولة يعني لمن يعمل البرلمان رفع جلسات رفع جلسات وراتب ماشية والأمور طيبة يعني المشهد كله فوضوي سوداوي حقيقة يعني يشعرك أنه لا توجد لا دولة يعني حتى بقايا دولة التي كانت موجودة قبل هذه الانتفاضة الآن تبخرت وأصبح الوضع كله يعني بيد الميليشيات هي من يقرر وهي من يعني يعيد يعيد مداورة الأسماء علهم يجدون شيء من هذا على ذكر مداورة الأسماء يعني اتفاق تم بين التحالفي الفتح وسائرون بشأن تمرير أسعد العيداني كيف تنظر إلى هذا الأمر تحديدا لماذا بدات أسعد العيداني وهذه المحادثات وهذه الاتفاقات وهذا الكلام عن أسعد العيداني ماذا يمثل أسعد العيداني ما الذي قدمه لكي يقدمونه ويصرون عليه ماذا قدم إذا تقرأ سيرة أسعد العيداني وما كتب عنه ودوره في البصرة ودوره مع الميليشيات وما أعطى من امتيازات لقادة الميليشيات للموانئ لتهريب النفط كيف علاقته بقاس سليماني كيف علاقته بالمخابرات الإيرانية ستدرك أن هذا رجل مهم جدا وهو رجل على فكرة ليس بالبسيط يعني هو رجل صفقات ورجل يعتمد عليه من هذه الناحية فبالتالي اختياره ليس عبث إنما هو اختياره جاء من أجل أنه هو يحقق لقادة الميليشيات ما يريدونه هل تستطيع القول بأنه اختيار نوعي على غرار نور المالكي مثلا؟ يعني طبعا نور المالكي مختار العصر لا يوجد مثيل له آخر ولكن هذا طبعا هو شخصية أخرى أيضا هو من جماعة الشلبي سابقا أو حزب آراز هذا اللي هو بقايا لكنه عند علاقة قوية بقاس سليماني المخابرات الإيرانية وقاتل ميليشيات وفعل لهم أفاعيل كثيرة في البصرة مكن لهم في البصرة تمكين كبير وقتل متظاهرين وعنده أشياء كثيرة جدا هو شخصية يعني ليس بالسهل أبدا واختياره يدل على أنهم يعرفون لمن يختارون من هذا البصرة يعني يختارون وفق من له صولات وجولات في البصرة من قتل واعتقالات؟ قتل واعتقالات وتهريب دعرف البصرة البصرة مهمة جدا بصرة مهمة جدا من حيث أنها قربها من المنافذ المنافذ والموانئ والنفط والتهريب وقربها من إيران وأشياء كثيرة جدا فالبصرة ليست بسيطة جدا يعني البصرة مهمة ومن يتحكم في البصرة ويدير شؤون البصرة ممكن له أن يدير ملفات أخرى على نفس الخرار كل هذه دكتور المستجدات كيف تنظر إلى مسيرة ثورة تشرين مسيرة التظاهرات المطالبة بالتغيير بإسقاط النظام؟ والله يعني لنكن واضحين المسألة ليست بسيطة المسألة صعبة يعني المسألة صعبة المسألة تحتاج إلى تحدي هذا التحدي حتى الآن الانتفاضة نجحت فيه حتى الآن قدمت شهداء قدمت جرحة قدمت إصرار عزيمة على البقاء في مواقفها ولكن الطرف الآخر طرف أيضا متمسك بسلطة بمال بأشياء لا يحلم بها وهناك للأسف الولايات المتحدة التي تراقب المشهد عن كثب وتدع الأمور تجري إلى حين التدخل في وقت مناسب بالنسبة لها نشكرك شكرا نزيلنا ضيفي في الستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب شكرا لكم